هل يعود القطن المصري طويل التيلة إلى بريقه العالمية من جديد؟ أهلا بكم أنا أحمد شربطلي وهذه هي التفاصيل مصر كانت تعتبر أهم دولة على مستوى العالم في فترة من الفترات في تصدير القطن طويل التيلة للعالم كله وأوروبا على سبيل الخصوص اللي كانت بتستورد من مصر علشان تقوم بتصنيعه على هيئة منسوجات قطنية وملابس تبعها من تاني وساعتها كان القطن المصري طويل التيلة وفخر مصر وعصب اتصادها بصفة عامة وعشان كده بتركز الدولة المصرية حاليا ووزارة الزراعة على محاولة استعادة مصر لمكانتها الحائية في زراعة وتصدير القطن المصري طويل التيلة وإعادته لمكانته الحائية وفي الأطار ده سجلت مصر رقم قياسي في تصدير القطن عام 2021 بإرسال مليون وتمينمائة ألف قنطار إلى تمانية وعشرين دولة بقيمة أربعة مليار جنيه أي نحو 256 مليون دولار وده أحياء الأمال بعودة البلاد إلى مكانتها المميزة على قريطة القطن العالمية وبحسب رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مصر محمد خضر فإن بذور القطن حاليا تعد أنظف أو أفضل أنواع البذور العالمية ومحالج القطن التي تم إنشاؤها مزودة بمعامل عالمية فيها أحدث أجهزة ومع حصول مصر على شهادة مبادرة القطن الأفضل والاتجاه نحو إنتاج القطن قصير التيلة والقطن الملون فالسؤال اللي بيطرح نفسه هو هل تنجح مصر في استعادة بريق الذهب الأبيض في الأسواق العالمية مرة أخرى وارتفعت أسعار القطن المصري من 2500 جنيه عام 2020 عشان توصل لـ 3800 جنيه عام 2021 بزيادة مغرية ومشجع للفلاحين للعودة مرة أخرى لزراعة المحصول الاستراتيجي زراعة القطن شهدت انتعاشة غير مسبوقة في مصر بعدما زادت المساحات المنزارعة وقدمت الحكومة تسهيلات للمزارعة عشان يتجه لزراعة القطن المصري طويل التيلة اللي بيوصف بصفات عالمية وبنافس القطن الأمريكي وبيأكد خبراء على إن القطن هيشهد طفرة في إنتاجياته خلال العام الجاري وعندهم أمل كمان في استمرار ارتفاع الأسعار العام الجاري للعودة بقوة مرة أخرى إلى الأسواق العالمية وبيقول أستاذ الاقتصاد الزراعي جمال سيام أن ارتفاع أسعار القطن السنة دي بعد انقفاضه العام الماضي مؤشر جيد لتشجيع الفلاحين على زراعته بعدما فرضت الدولة الزيادة العالمية ويأكد صيام أن اتباع الحكومة للأسعار الأديمة في العام الماضي كان هيقضي على القطن المصري بسبب الانقفاض وبيغفض كمان انتاجيته في مصر وتابع كمان أن السعر الأديم هو 2500 جنيه للقنطار مش بيغطي تكاليف الانتاج خالص والسعر المقفض بالتبعية بيؤدي لنقص المساحة المنزرعة وأشار إلى أن فيه سبب تاني لزيادة المساحة المزروعة من القطن وهو تقييد الدولة لمساحات الأرز وده هيسمح بالتوسع في زراعة القطن هناك خمس أصناف أساسية من القطن المصري طويل التيلة وثلاث أصناف للأغراض الخاصة وأكد على أن صنف جيزة 94 هو اللي عليه الطلب الأكتر حاليا شكرا لكم طيب المتابعة وأنا أتمنى دوم الازدهار لمصر ورجوع القطن المصري إلى سابق عهد يا محمد علي وغيره 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 إن شاء الله نقول أفضل دائما تحيا مصر